وصلحة النادي الأهلي فوق الجميع النادي الأهلي دايما في كل مكان النهاردة ليلة مباراة مهمة جد الأهلي وسموحة إن شاء الله اللي حتقام بكرة إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة والنصف على استاد الأسكندرية وزي ما حضراتكم عارفين هذه المباراة ضمن الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الممتس مباراة صعبة مباراة مهمة أمام خصم عنيد ولكن لا بديل عن الفوز وحصد الثلاثة نقاط في مثل هذه الأمور في مثل هذه الإصابات أنا دايما بتكلم في إيه؟ إن مثل هذه المباراة تكسب ولا تلعب. يعني أنا عايزي تلات نقط ليه؟ عشان أستمر في المشوار اعتلاء صدارة الدوري لكن على الجانب الآخر هناك حالة كبيرة جدا من الثقة لدى اللاعبين والجهاز الفني. كابتن سامي إنسان ماشي بخطوات ثابتة مع الفريق في مهمته الحياة المؤقتة في منصبه كرجل أول للجهاز الفني. ممكن بكرة بعده بعده محدش عارف. هيتم الإعلام من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الأيام القادمة من سيكون المدير الفني القادم. كابتن سامي بالمناسبة أقدم أوراق اعتماده كواحد من المدربين المميزين في كرة القدم المصرية. فيش خلال ولا دا مجملة ولا أي شيء آخر. ولكن هو قدم نفسه ضمن المدربين الشباب لهم كابتن علي ماهر، كابتن عماد النحاس، كابتن أحمد سامي، كابتن بسيوني، كابتن كل الكباتن الكبار اللي مع كابتن عودة، كابتن الشباب المدربين، المديرين الفنيين الشباب اللي موجودين. وبالتالي، وده مش وفقاً لكلام، ولكن وفقاً لنتائق جيدة حققها كابتن سامي أمصان في ظل هذه الظروف الصعبة اللي بيمر بها الفريق. أي واحد تاني في ظل هذه الظروف كان قال لك يا جماعة أنا حتى لو اتغلبت ولا اتعدلت، أحدش هيقولني أنت بتعمل إيه؟ أنا راجل مؤقت، وإيه عالم إيه اللي حيحصل بعد كده؟ ولكن بنى الفريق، لعبت الزمالك، لعبت بيرامدز، لعبت بقية الفرق اللي لعبتهم، ولكن لعبت فرق من الفرق القوية، الزمالك وبيرامدز من الفرق الكبيرة والقوية في مصر حالياً، غزل المحلة فريق كبير وفريق محترم، لكن في النهاية قدرت تكسب كل هذه المبارد بالسلسنة مباراة الزمالك اتعدلت فيها، في ظل غيابات كثيرة جداً جداً، وفي فشت كابتن سامي يعني في ظل توليه القيادة الفنية المؤقتة، فاز على المصري بالسلوب في الكاس، وفاز على إيسترن كامبني، وتعادل أمام الزمالك، وفاز على غزل المحلة، وأخيراً فاز على بيرامدز في كأس مصر للنسخة الماضية، سعيد جداً الحياة بتعليقات الجمهور على كابتن سامي، لأنه مستقبل التدريب لفريق النادي الأهلي، وللمنتخب، وللفرق المصرية، بقى خلال الفترة اللي جاية، كابتن سامي أمصان الحياة بقى لي يومين بتكلم عنه لأنه يستحق، يستحق أنه هو يكون في أعين جمهوري النادي الأهلي بحد كويس، حد إحنا عايزين لو لا قدر الله لا قدر الله حصل أي حاجة يبقى دايماً كابتن سامي موجود، دايماً قبله كان الكابتن محمد يوسف موجود، قبله كان كابتن كطار موجودين الكابتن فتحي، وكل الكابتن كابتن زيزو قبل كده كابتن كبار جداً جداً جداً، يكون عندك مدرب واعد أساساً طالع من قطاع الناشئين في النادي الأهلي كان مدرب يعني في قطاع الناشئين في النادي الأهلي، فكابتن سامي أمصان الحياة استحق كل هذه الإشادة خصوصاً في ظل هذه المرحلة الصعبة.